السلام عليكم و أهلا بكم في فيديو جديد واليوم عنه جهاز جديد من شركة فيفو كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتف فيفو واي 78 بلاس الذي يتميز بوجود شاشة عرض كبيرة وبطارية عملاقة مع موالش قوي من كوالكوم وكل ذلك بسعر معقول جدا يناسب الطبقات المتوسطة وفي هذا الفيديو سوف نعرض لكم سعره ومصفات هذا الهاتف لكن قبل أن نبدأ اشترك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعل خاصية الجرس ليصلك أشعر كل فيديو نقوم بتنزيله عامل الجذب الرئيسي في فيفو واي 78 بلاس هو شاشته وهي من لوحة أمولاد بمقاس 6.7 بوصة تقدم درجة وضع فول اج دي بلاس وتتميز بمعدل تحديث عن وهو 120 هرتز وتشديد ألوان رائعة مع تقطية مئة بالمئة من دي سي آي بي ثلاثة وتتميز بالألوان النابضة بالحياة ودرجة السطوع الرائعة حيث تصل إلى 1300 شمعة ونجد أن هاتف فيفو الجديد من الفئة المتوسطة بشاشة منحنية على غرار ما تقدمه العلامات التجارية المختلفة من هواتف فئة الفلاكشيب الرائدة والمتميزة التي دائما ما تأتي بشاشات ذات حواف منحنية بالإضافة إلى مستشعر وقارئ بصمات الإسباع أسفل الشاشة وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من كواكوم بمجموعة شرائح سناب درجة 695 ويقترن مع ذكرة وصول عشواء رام 8 أو 12 جيجا من نوع LPDDR4X ومساحة تخزين أساسية داخل الجهاز إما 128 جيجا أو 256 جيجا من نوع UFS 2.2 ولا يدعم كارت ميمواري خارجي ولكن يمكن لواجهة Origin OS 3 المستندة في عملها على نظام تشغيل أندرويد 13 إضافة ما يصل إلى 8 جيجا بايت من الذاكرة الإفتراضية ويأتي الهاتف الجديد من Vivo مع مستشعر رئيسي في اللوحة الخلفية بضيقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 مع تقنية التثبيت البصري وإمكانية تصوير مقاطع الفيديو بضيقة 1080 بيكسل ويقترن مع مستشعر عمق بضيقة 2 ميجا بيكسل أما في المقدمة فتأدي الكاميرا السيلفي بضيقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة إدنان موجودة داخل نوتش قطعة الماء في الشاشة من أقوى مميزات هاتف Vivo الجديد هي خلية البطارية وتأتي بسعة 5000 ميلي أمبير ويمكن إعادة شحنها بقوة 44 وات مع منفذ USB Type-C مع وجود منفذ جاك 3.5 ميلي متر في الهاتف ويأتي الهاتف بألوان الأزرق والأصفر والأسود ويبدأ سعر الهاتف من 230 دولار تقريباً لنسخة 8 جيجا مع 128 جيجا بايت من ذاكرة الدخزين وبسعر 260 دولار لنسخة 8 جيجا مع 256 جيجا وبسعر 290 دولار لنسخة 12 جيجا مع 256 جيجا وهو متوفر الآن للطلب وسيطرح للبيع في الصين بدءاً من 26 أبريل من هذا الشهر وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو شكراً لكم على المشاهدة وأراكم في فيديو جديد في أمان الله